صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة اهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من نهارك سعيد النهاردة هيكون يومنا فيه فقرات كتير جدا طبعا احب اقول لكل الناس كل سنة وحضراتكم طيبين خلاص رأس السنة فاضل عليها يمكن ساعات وليلة ان شاء الله نبتدي سنة جديدة كلها تفاؤل وان شاء الله كلها شغل وعمل والناس كلها يبقى قلبها على بعض بجد وقلبها على مصر وعلى كل المباني المهمة في مصر عايز اكد على القصة دي بالتحديد لانه اي حاجة شبه المجمع العلمي اللي حصل فيه ده يعتبر خيانة عظمى من قبل اي حد حاول ان هو يخطط للقصة لحد الوقت احنا مش عارفين مين هو الشخص الوحيد اللي هو كان ورا القصة دي فعايزين كلنا يبقى قلبنا على بعض وقلبنا على كل الحاجات المهمة واللي تخص مصر جدا جدا النهاردة طبعا هنمتدي يومنا بفقرة الصحافة فقرة الصحافة هنعرف من خلالها اهم المنشطات والاخبار الموجودة في الجرائد النهاردة وهيكون معانا فيها كمان ومنورنا في الستوديو الكاتب الصحفي احمد سامي متولي هو الكاتب الصحفي بجريدة الاهرام هنكلم عن اهم المنشطات دي في الاول طبعا بنقول ايه الاخبار بعدين بنرجع مع الاستاذ الصحفي احمد سامي متولي بنكلم عن كل خبر واحد ورد تاني بعد كده بيكون معانا فقرة مع الشيخ عبدالعزيز النجار هو مدير ادارة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية هنكلم عن فوضى الفتوى الدينية اللي بنشوفها الفترة دي موجودة خصوصا في القنوات او حتى على الانترنت او حتى بين الناس وبعضها بيحصل كثير من الفتوات الدينية والفتوات الاسلامية بعضها بيعمل مشاكل كبيرة جدا لانه المفروض ان الحاجات دي بتطلع من ناس درسة في الازهر فده حاجة مهمة جدا نتكلم فيها النهاردة مع الشيخ اللي هيكون منورنا في الستوديو علشان نتكلم معه نعرف الظاهرة دي ازاي نخلص منها او ازاي نقلل منها ونعرف مين اللي صح ومين اللي غلط ده اللي هنعرفه منه النهاردة يكون معنا النهاردة ايضا في الستوديو اللواء يوسف الوصال هو استاذ الاستراتيجية القومية وادارة الازمات والتفاوض هو هنكلم معاه كمان عن كيفية ادارة الازمة بمصر ورؤية مستقبلها اللي جاي مهمة جدا نحن نتكلم في ده كمان حضراتكم تبقوا متابعيننا وتعرفوا ازاي ممكن ندير الازمة على فكرة هي متبقاش بس على مستوى الجهات المعنية هي كمان متبقى على مستوى الناس والشعب كله بيكون معنا كمان النهاردة جميل عفيفي هو نائب رئيس تحرير جريدة الاهرام هتكون معنا وهنكلم عن مليونية ميدان التحرير النهاردة وهنشوف المليونية النهاردة هتكون عاملة ازاي وخصوصا انها اخر مليونية في 2011 اخر فقرة هتكون موجودة هي مع الداعية ايناس مصطفى هنكلم عن الامل والتفاؤل والسنة الجديدة ان شاء الله ربنا يعديها على خير كده وتبقى اولها ما يكونش فيها اي مشاكل وتعدي على خير لان السنة الفاتل كان اولها كانت كرسة انسانية في الكنيسة اللي تضربت ان شاء الله السنة دي الايام تعدي على خير علينا وعلى كل المسلمين في كل مكان هنبتدي حلقتنا النهاردة ونهارك سعيد مع فقرة الصحافة والاستاذ احمد سامي متولي نروح لفاصل ونرجع مرة تانية نبدأ حلقتنا النهاردة وفقرة الصحافة